اثنية صباحا ثانية عشرة بتوقيت جرينتشا موجز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم استضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية في قمة ثلاثية ملك الاردن عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الاراضي الفلسطينية المحتلة والاوضاع الاقليمية والدولية المرتبطة بها واكد البيان الختمي للقمة ان السيسي وعبدالله عباس اكدوا ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على اساس حل دولتين كما اشهد العاهل الاردني والرئيس الفلسطيني بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في قطع غزة واعادة الاعمار استقبل رئيس السيسي الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية واشهد الرئيس السيسي بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والاردن وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط اخوة ومودة ومصير مشترك كما اكد اهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خاصة في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح وفي ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة واكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان العاهل الاردني اشهد بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي اعربت السيد انتصار السيسي عن سعادتها بزيارة الملكارانيا ملكة المملكة الاردنية الهاشمية الى بلدها الثاني مصر حيث تحل ضيفة عزيزة واكدت السيد انتصار السيسي ان زيارة الملكارانيا جاءت فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوي الهمم والشباب اتساقا مع خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر عشرين ثلاثين كما اعلنت انها استعرضت مع الملكارانيا ما تقوم به الدولة المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية لاسيما برنامج تكافل وكرامة والمشروع القومي الاطخم حياة كريمة فضلا عن انشطة الهلال الاحمر المصري التطوعية ومبادرات الصحة العامة كما اكدت انها تجدد الترحيب بالملكارانيا ضيفة عزيزة غالية في مصر الحبيبة احل الرئيس الروسي فلاديومير بوتن الى مجلس النواب الروسي مشروع قانون بفسخ الاتفاقيات الدولية المبرمة مع مجلس اوروبا واشرت قاعدة بيانات الدومة الى ان الرئيس الروسي احال الوثيقة وتم تسجيل مشروع قانون بشأن انهاء المعاهدات الدولية لمجلس اوروبا المبرمة مع روسيا ويأتي ذلك بينما تمر العلاقات بين روسيا والدول الغربية في اكثر مراحلها توترا حيث تخذت حزمة واسعة من العقوبات ضد روسيا التقى رئيس الاركان الامريكي مارك ميلي مع قائد الجيش الاوكراني فالري زالونجي في بولندا في اجتماعا هو الاول من نوعه واعلن المسؤول العسكري الاوكراني انه حدد خلال اللقاء الاحتياجات العاجلة للقوات الاوكرانية رجح خبراء اقتصاديون خلال منتدى دافوس ان يكون التضخم العالمي قد بلغ بالفعل ذروته في 2022 واكد الخبراء انه من غير المحتمل ان تتراجع ازمة تكلفة المعيشة في اي وقت قريب بينما قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا كوبيناثا ان التضخم حتى لو انخفض فان الاسعار ستظل مرتفعة توقعت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي ان يبلغ طباط النمو الاقتصادي العالمي مداه في عام 2023 واضفت جورجيفا ان التحديات الثلاثة الرئيسية هي الازمة الروسية الاوكرانية وازمة تكليف المعيشة وارتفاع اسعار الفائدة لمستوى غير مسبوق منذ عقود مؤكدة انه يتعين على العالم التكيف بالذكاء لتحقيق المزيد من امن الامدادات حقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا كبيرا على نظيره الامريكي بنتيجة 35-16 في منافسات الجولة الثالثة والاخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العالم المقامة بالسويد وبولندا لينجح منتخب الفراعنة في تحقيق العلامة الكاملة بالمجموعة السابعة بعد الفوز في المبارتين السابقتين على كرواتيا والمغرب ليتصدر ترتيب المجموعة وفز حارس مرمى منتخب مصر محمد علي بجائزة افضل لاعب في المباراة وسيلعب الفراعنة يوم الخميس في افتتاح مشوارهم بالدور الرئيسي امام منتخب بلجيكا ثم مع منتخب البحرين يوم السبت ثم مواجهة الدنمارك حاملة اللقب يوم الاثنين المقبل مشاهدين لمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بيلي او الكيو اركود الظاهر على الشاشة كنت معكم مدى سعيد وشكرا لطيف المتابعة